يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر ويطالبهم بوقف الهجمات ويشدد مشروع القرار على ممارسة السفن التجارية لحقوقها الملاحية ويحيط علما بحق دول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من هذه الهجمات ويدين مشروع القرار توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها للحوثيين ويكرر ضرورة احترام الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المتعلقة باليمن أجواء هذه الجلسة وما المرتقب منها يطلع عليها حسين إبراهيم مراسلنا في نيويورك حسين حيثيات هذه الجلسة بداية وهل من المتوقع أن يمر مشروع القرار في التصويت؟ في ظل تصعيد في البحر الأحمر يأتي هذا القرار اليوم لإدانة الهجمات التي يشنها الحوثيون ويطالبهم بالوقف الفوري لهذه الهجمات وأطلاق سرح قائد سفينة وتقمه محتجزة لدى الجماع كما يدين أيضا توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها للحوثيين ويشير إلى أن هذه الشحنات تنتهك القرار 2216 ويكرر مشروع القرار ضرورة احترام الدول لبنوده ويؤكد على حق الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات الولايات المتحدة هو بمشروعها اليوم الذي تأمل أن يمر تريد أن تبعث برسالة واضحة إلى من يهجمون السفن التجارية بأن هذا الأمر غير مقبول ومنع المزيد من الهجمات على أنواع الشحن التجارية وغيرها فحرية الملاحة بالنسبة للولايات المتحدة ذات أهمية بالغة بالنسبة للتجارة والأمن القومي وكذلك لعدد من الدول يتوقع عدد من الدبلوماسيين اليوم أن تقدم روسيا تعديلا على مشروع هذا القرار يربط الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر بالوضع في غزة ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية في القطاع وهو ما سيتم التصويت عليه في البداية إن حصل هو السيناريو المتوقع أن يرفض هذا التعديل من قبل الولايات المتحدة التي الآن كما تبعنا زينة ترفض الحديث عن أي وقف لإطلاق النار وبالتالي قد يرفض مشروع القرار الأمريكي من قبل روسيا أو تمتنع عن التصويت عنه وكل هذا السيناريو علينا مراقبته بعد قليل كان من المتوقع التصويت على هذا المشروع خلال هذه اللحظات ولكن قبل قليل سألنا المندوب الروسي باسيلي نيبينسيا متى موعد التصويت فأجاب أنه بعد استراحة الغداء هي بعد نحو ساعتين من الآن طبعا زينة ربط ما يجري في البحر الأحمر مع الحرب في غزة هذا ليس موقف جديد بالنسبة لروسيا فهي دائما تؤكد على أن جزور المشكلة هي من غزة نعم بانتظار التصويت طبعا ونتائجه حسين ثمت جلسة أخرى مرتقبة في مجلس الأمن الحراك الدبلوماسي والدولي زاخر بقضية غزة ما المنتظر من هذه الجلسة الثانية؟ اليوم طبعا بعد التصويت مباشرة العضاء سيعقدون جلسة مشاورات مغلقة حول غزة لمناقشة تنفيذ القرار 2712 هذا القرار زينة صدر في الخامس عشر من نوفمبر العام الماضي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء غزة لتوفير السلع نتوقع اليوم كلمة من وكيل الأمين العام لشؤون السياسية خالد الخياري الذي سيركز في إحاطته على نقطة التهديدات في البحر الأحمر حتى داعيات السياسية والأمنية للتصعيد الحالي في غزة والضفة الغربية وكذلك الجبهة اللبنانية أيضا هناك كلمة لأمين العام المساعد لشؤون الإنسانية مارتين جريفث سيركز خلالها على الجانب الإنساني في القطاع وما يعاني أهل القطاع من أوضاع إنسانية مأساوية في الفترة الرحينة نعم شكرا لك مراسل الشرق في نيويورك حسين إبراهيم إذن مياه البحر الأحمر تتحول ساحة معركة غير مباشرة مع تزايد الحشود العسكرية من كل صوب عتاد عسكري أشبه بالتحضر لمواجهة عسكرية هكذا يبدو المشهد في مياه البحر الأحمر فمع تزايد هجمات الحوثيين على السفن ونقلات النفط بدأت الدول بحشد قواتها هنا في هذه المياه بدايتها كانت مع واشنطن التي قاد التحالف ما يسمى بحارس الازدهار بمشاركة أكثر من عشرين دولة إلى جانب التحالف الدولي ليلحق بها الاتحاد الأوروبي الذي اقترح توسيع تفويد مهمته لمكافحة القرصنة قبالة القرن الإفريقي وتقدم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باقتراح لتوسيع مهمة أتلانتا قبالة الساحل الصومالي بريطانيا مؤخرا أيضا أعلنت على لسان وزير الدفاع جراند شابس أن السفنة الحربية HMS ريتشموند في طريقها إلى البحر الأحمر لتعزيز الوجود لبريطاني في مواجهة هجمات الحوثيين تصعيد وحشود عسكرية تشي بتوترات متزايدة في وقت يعلن فيه الحوثيين أنه لا خطوط حمراء أمام صنعاء وكل الاحتمالات مفتوحة ومدى الأسلحة الاستراتيجية أبعد مما هو متوقع